اخوتي اخوتي عشاق قناة اخبار البلاد من حسان الى تلمسان كانت توجه بالاخص للمنخارطين الاصليين تاع القناة لما كانت تتكلم بالعربية كان اعتدر بزاف للمنخارطين معروف ان القناة عرفت الانسحاب ديل اكثر من 11 الف منخارط من المنخارطين الاصليين اللي كانوا مع القناة لما كانت ناطقة بالعربية كان اعتدر لهم بزاف وكان قدم هاد الفيديو هدية للمنخارطين انا عارف انه هو خمب قوش منخارطين مازالين متبعين للقناة بغيت غير نوضح السبب اللي فيتلي وضحته لخلاني انني انقلب الحديث ديالي عن الصراع ديال المملكة المغربية ضد اعداء الوحدة الترابية لخلاني انقلب الى الكلام والحديث بالفرنسية سبب بسيط هو انه القنوات الناطقة بالعربية التي تدافع عن الوحدة الترابية للوطن وعن ما يقوم به اعداء الوطن خصوصا الجزائر وجنوب افريقيا وبطبيعة الحال كل البيادق انتعهاد الدولتين لخلاني انني انقلب الفرنسية هو انني لاحظت انه هناك تقصير فيما يخص الدفاع عن الاولويات المملكة والوحدة الترابية للمملكة باللغة الفرنسية لهذا اخترت ربما كانت تضحية لانني قاسيت في الاول وعرفت القناة انسحاب الالاف من المخارطين وتأخرت القناة في الحصول على منخارطين جدد ربما القناة ضيعت سنتين من التطور بسبب هذا التغيير في اللغة لكن الحمد لله اليوم اصبحت القناة تصل الى كل الناطقين بالفرنسية المهتمين بكل ما يفعله اعداء الوحدة الترابية بكل ما يفعله الجزائر والعسكر في الجزائر وكل ما يخرجونه من اكاذيب حاولت انني نخلق قناة جديدة سمتها الجزائر بعيون الجيران بهدف انني نقوم مرة مرة بفيديوهات ناطقة بالعربية لكن للأسف ما قدرتش لم استطع القناة الناطقة بالفرنسية تأخذ كل الجهد وتأخذ كل الوقت خصوصا انني لست يوتيبر كما تقولون انا فقط احاول ان اتطرق لبعض المشاكل التي ارى انها يجب ان تصل الى كل الناطقين بالفرنسية الى كل المهتمين بشؤون المملكة ولما كيف هموش العربية كنحاول نوصل لهم الخبر كنحاول نخبرهم بالفخ لمخصوم شتحه فيه اذا معذرة مرة اخرى لكل المنخرطين السابقين لقناة اخبار البلاد وانا متأكد ان كل المنخرطين محبي قناة اخبار البلاد من حسان الى تلمسان غادي يرجعوا ان شاء الله للقناة وغادي يلقوا فيها مرة مرة اخبار ناطقة بالدارجة المغربية اللي كان عشقها كاملين اذا مرة اخرى مرحبا بكم في القناة ديلكم اخبار البلاد من حسان الى تلمسان ونمشي وده بالموضوع الرئيسي انتع الفيديو واللي هو التفاصيل ديال حجز اليخت ديال ابن تبون الرئيس انتع الجزائر بارادي هولندا وقصر المرادية اللي كي صارع الزمن لاحتواء الفضيحة خالد تبون اقوى بارون المخدرات الصلبة بشمال افريقيا بحيث من بعد تبري اديالو في 2019 في مكان يعرف بقضية كمال الشيحي الملقب بالبوشي حيث تم حجز 700 كيلو جرام من الكوكاين بعد تولي ابوه عبد المجيد تبون رئاسة الجزائر واليوم من طبيعة الحال السلطات الهولندية احتجزت يخت مسجل باسم خالد ابن عبد المجيد تبون الرئيس انتع الجزائر وهو متورد في استقدام وتوزيع كمية كبيرة من الكوكاين بحيث تفجر شعيب جمال الدين احد المدونين وباحث في العلوم السياسية فضيحة كبيرة من العيار التاقيل تورد فيها ابن عبد المجيد تبون والمسمى طبعا خالد تبون هذا الشيء يقع في الاراضي الهولندية وفي هذا الصدد افاد المدون جمال الدين وفق منشور خلاه على صفحته الرسمية قال وسط التكتم شديد ارسل قصر المرادية مبعوثا خاصا الى دولة هولندا لاحتواء فضيحة دولية من العيار التاقيل بعدما اقدمت السلطات الهولندية منذ ايام على حجز يخت فاخر بميناء روتردام غرب هولندا من طبيعة الحال زاد المدون ان اليخت موضوع بحث يتعلق بالاتجار في المخدرات اليخت مسجل في المحكمة العليا بالمصلحة التجارية تحت رقم 2022-027-23-863 واضاف المدون ان التحقيقات الاولية اكدت ان الملكية باسم خالد تبون من بعد المراجعة الوثائق انتع الترخيص لتكلفت بها شركة دولية متخصصة وسيطة اسمها فيودي لانك هدليخت وفق المصادر نفسها تبين استعماله في نقل الكوكيين واعادة سليمها لتجار المخدرات وسط اعماق الشواطئ الهولندية واضاف ان القصر المرادية منذ علمه بتورط خالد تبون في هذه الفضيحة وهو يسارع الزمن لطي الملف قبل وصوله الى وسائل الاعلام لانه يعلم جيدا انه ستكون له تعداعيات دولية محرجة لسمعة النظام عبد المجيد التبون ولسمعة الجزائر ولسمعة عسكر الجزائر على رأسهم من طبيعة الحال سعيد شنغريحا الذي ما يعلن مكافحته بلا هوادة ظاهرة الاتجار في المخدرات بكل انواعها وتلفيقها للمغرب وكانت تذكره من طبيعة الحال التهمة اللي كانت عند خالد تبون 2019 وكانت التحقيقات بدأت مع كمال شيخي المقرب من دوائر السلطة في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ايام كان ابوه رئيسا للحكومة الجزائرية هو صاحب شركات عقارية ومستورد للحوم بعد ما تم ضبط اكتر من 700 كيلو جرام من الكوكاين علامة سفينة كانت تحمل لحوم مستوردة من البرازيل الى الجزائر اذا فضيحة من العيار التقيل تظهر ان نظام الكابرانات ما هو الا مافيا للاتجار في المخدرات ونهب اموال الشعب اشتركوا في القناة